السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحل اختبار رقم 11 صفحة 217 من كتاب الأضواء الصف السادس سؤال الأول اختر الإجابة الصحيح القمه المطلقة لسالب 5 والمعكوس الجمع للعدد 5 القمه المطلقة لسالب 5 معكوس الجمع يعني عكس الأشارة يعني سالب 5 العدد الموجب أكبر من أي عدد سالب السؤال اللي بعده سأل رقم 2 الوسيط للقيم 4 1 3 5 9 يعني إيه الوسيط؟ الوسيط المنتصف بعد الترتيب الوسيط اللي بيتوسط القيم بس بعد الترتيب تصعدي أو تنازلي عندي هنا 1 بعده 3 4 5 9 من الوسيط عندي الرقم اللي في النص اللي هو 4 يبقى الاختيار رقم ايه؟ ده السؤال اللي بعده سأل رقم 3 قمت اكس في المعادلة اكس على 3 بيساوي 9 المجهول جاي في الأول بعده على أقلبها بالطريقة العكسية مسألة ضرب وهضرب 3 في 9 بـ 27 يبقى ده الطريقة العكسي سأل رقم اربعة ستة في تلاتة زائد واحد بحل الأقواس المستديرة الأول بحل الأقواس المستديرة الأول هجمع ثلاثة واحد هيديني أربعة اللي أربعة في ستة بأربعة وعشرين يبقى عندي الناتج أربعة وعشرين لاختيار رقم ألف السؤال اللي بعده سأل رقم خمسة السابت في المقدار الجابري 2x زائد 4y زائد 3 السابت عندي اللي هو الرقم يبقى عندي السابت اللي هو الثلاث لكن الاتنين ده بقول عليها معامل جابري اللي هو معامل الـ X يقول له أربعة ده معامل الـ Y ميم ميم ألف اللي هو المضاعف المشترك الأصغر للعددين 5 و 6 تعال نفك الخمسة لأعداد أولية 5 في 1 ده عدد أولي الستة هفكها 2 في 3 دي الاتنين و دي التلاتة ما عنديش حاجة بينهم مشتركة أصلا فانا هنزل كل الأعداد هنزل الخمسة هنزل الاتنين هنزل التلاتة وهضربهم في بعض الاتنين في 3 في 6 الخمسة في 6 في 30 يبقى عندي ميم ميم ألف اللي هي 30 ونشوف السابت رقم 7 خارج كسمة مية خمسة وعشرين على خمسة وعشرين يساوي تعال نقسم مية خمسة وعشرين على الخمسة وعشرين هناخد 12 على الخمسة وعشرين صغيرة فانا عايزة المية خمسة وعشرين كلها فانا هنجرب في الجدول بتاعنا طبعا لا ينفع مية ولا تلاتين هناخد مثلا الخمسة نكرا الخمسة خمسة في خمسة وعشرين خمسة وعنا الاثنين الاثنين في خمسة وعشر عشرة ومعنا اثنين بقت ١٢ يبقى عندي هنا خارج الاسمة هيبقى خمسة 5 في 25 بمية 25 يبقى كده اتصفرت يبقى معي خارج الاسم كام الخمسة ونشوف سؤال ثانيا اكمل ما يدي سؤال 8 اكبر الاعداد الاتية سلف 7 سلف 5 صفر سلف 8 طبعا العدد صفر هو اكبر عدد في الاعداد دي اللي هو الصف ليه لانه اكبر من اي عدد سلب الصفر اكبر من اي عدد سلب عن من 106 والا 14 تعالي ناخد الستة ونفكها وناخد الاربعتاشر ونفكها الستة اتنين في تلاتة ده عدد اولي وده عدد اولي الاربعتاشر اتنين في سبعة والسبعة اولي والاتنين اولي تمام باخد اللي تكرر فوقه تحت العامل ما باخدش غير المتكرر فوقه تحت بس عندي هنا اللي تكرر فوقه تحت اللي هو الاتنين يبقى عين ممالف عندي الاتنين سأرقم عشرة المنوال للقيام 5-2-3-5 المنوال الاقصر تكرارا والاقصر شيوعا بالرقم اللي تكرر كتير في المزأل عندي الرقم اللي تكرر كتير اللي هو الخمس يبقى المنوال عندي هو خمس المتغير المستقل بتكلم عن المتغير المستقل في المعادلة اس بتساوي اتنين ام المتغير المستقل اللي معاها الرقم اللي هو الام ده كده اسمه متغير مستقل طيب من التابع اللي هو الاس السؤال اللي بعضه المجدار الجابري الذي يعبر عن عدد مضاف إليه خمسة ثم ضرب الناتج في ثلاثة عدد ما أنا معرفوش هنسميه اكس أو ام أو اي رمز تمام او اي حاج عدد مضاف إليه اعتبرا للعدد اكس مضاف إليه يعني جمع ادي ال اكس مضاف إليه يعني زائد هنضف إلي ايه خمسة ثم افصل بقى هنا ثم ضرب الناتج في ثلاثة ثم هنضرب في ثلاثة سؤال رقم 13 المدى للقيم اتنين تلاتة سبعة خمسة اربعة ايه هو المدى اكبر قيمة ناقص اصغر قيمة اكبر رقم ناقص اصغر رقم اكبر مفردة ناقص اصغر مكفرد عندي هنا اكبر مفردة السبعة ناقص اصغر مفردة عندي الاتنين سبعة ناقص اتنين هتديني خمسة تمام كده يبقى عندي مدى بخمسة سؤال 14 نقط هنا 17 ناقص ثلاثة في اتنين تربية عندي هنا أحلي القس الأول هنزل السبعة عشر ناقص ثلاثة فيه زي ما هي اتنين قس اتنين اتنين في اتنين باربعة تمام عندي مسألة طرح وعندي مسألة ضرب التلاتة فاربعة باثناشر ناقص سبعة عشر سبعة عشر ناقص سبعة عشر ناقص اتنين هيديني خمسة يبنيتج معانا بخمسة ونشوف السؤال رقم خمستاشر آخر سؤال في الصفحة الحدود المتشابهة في المقدار الجبر يعني اي حدود متشابهة يعني عمي رموس شكل بعضها طب الأرقام لأ منش دعوا بالمعامل احنا لنا بالرمز x شكل x y زي y المهم الرموس عندي دي تبقى شكل بعضها عندي هنا 4 x وعندي هنا 3 x يوبدي رموس متشابه حدود متشابه اه ده حد متشابه لتنين مع بعض اللي هو 4 x و 3 x لكن ال y لأ ده الحد ده غير ده لأن ده x وده ايه y وده السبت في المسألة وتعالى نشاره في الصفحة، سيبتاخد التلاتة والخمسة. تعال نشوف سؤال سبعتاشر الوسط الحسابي لقيم تلاتة تمانية خمسة اربعة. يعني ايه الوسط الحسابي? يعني مجموع القيم على عدد. الوسط الحسابي هقول له مجموع القيم على عدد. هجمع التلاتة زائد التمانية زائد الخمسة زائد الاربعة. ده كله على واحد اتنين تلاتة اربعة. تمام? يبقى بجمع القيم على عدد. بجمع القيم على عدد. تعال نجمع بقى. هنا اربعة وخمسة هي الديني تسعة. تسعة وتمانية سبعتاشر. سبعتاشر وتلاتة عشرين. عشرين على الاربعة يديني خمسة. يبقى هنا عشرين. على الاربعة يسوي خمسة. يبقى اللي يجيبها معينا رقم جيد. السؤال اللي بعته سؤال رقم تمانية. اي من ما يأتي من البيانات العددية? ايه في دول بيانات عددية? تعال نشوف. يعني ايه قصل عددية الاول قبل ما ندور حاجة فيها رقم. فصلت الدم هو بي سي. لا ما فيش ما فيش فيها رقم. لعبة المفضلة بحب لعبة الكرة بحب لعبة السباحة. لما فيش فهرقم. العنوان بتقول مدينة كزا. طبعا برضو ما فيش فهرقم. يبقى عندي اللي فيه رقم اللي هو الطول ده بيان عددي. السؤال اللي بعد وسألت ساعتاشر لتمثيل عدد كبير جدا من البيانات. عدد كبير جدا من البيانات. يبقى انا هتطر ان انا اعمل فترة. فترة يبقى باتكلم عن المدرج التكريري. السؤال رقم عشرين عدد حدود المجدار الجابري. تعالى نعد الحدود بتاعتني. ادي حد ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة. تمام? يبقى عدد الحدود ده كام? اربعة. واحد وعشرين. المتبينة التي تمثل عدد اكبر من خمسة. عدد ما انا ما عرفوش. ادي العدد اعتبره اكس. اكبر من خمسة. ده دي اصلا اسمع اقل. لأ ما انا عاملها العالمة بقرأها من هنا. لو هقرأها من انا لو خمسة اقل من اكس. لكن هنا انا بقرأ من على اليسار. بقول له اكس اكبر من خمسة. فين اكس اكبر من خمسة? اهي. السؤال رقم اتنين وعشرين. قيمة المقدار الجابري. اتنين اكس تربيع زائد اربعة عندما تكون الاكس بواحد. هشيل الاكس واحط واحد. تمام? ادي اتنين. شيل الاكس واحط واحد. ده بقى فيه مش اكس. واحد لكل تربيع. زائد اربعة. وتعالى بقى انفك. هنفك التربيع الاول. واحد تربيع بواحد زي ما هو. في اتنين زائد اربعة. كده انا فكت الايه? القص. واحد في اتنين? باتنين. زائد اربعة. اربعة واتنين هيديني ستة. يبقى لاجبها عندي بستة. ونشوف اخر سؤال معنا في كل الامتحنات. كده احنا خلصنا الحمد لله جميع الامتحنات. نبدأ في سؤال رابعا اقرأ ثم اجب. مثل الاعداد صفر خمسة سلب تلاتة سلب اتنين واحد على خط الاعداد ثم رتبها تنازلية. طبعا الاعداد عندي بيبقى الصفر في المنتصف. هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هنا سلب واحد سلب اتنين سلب تلاتة سلب اربعة. تمام? هناعمل نقطة. ادي النقطة عند الصفر. ادي الصفر. عند الخمسة. ادي الخمسة. عند السلب تلاتة. ادي السلب تلاتة. عند السلب اتنين. ادي السلب اتنين تمام عندي الواحد ادي الواحد كده انا مسلتها على خط الاعداد بعد كده برتبها تنازليا من الكبير هاو دي الاعداد المجابة الاول تنازليا هنبدأ من هنا ها من الكبير من الكبير ادي الخمس اكبر عدد عندي طيب بعده عندي كمان عدد موجب اللي هو الواحد بعد منه الصفر اللي ان هو اكبر من اي عدد سليم تمام كده احنا خلصنا المجابة بعد كده ببدأ ارتب تنازلي يعني من الكبير يعني في السوال بمشي بالعجز هاخد الرقم الصغير الرقم الصغير اللي هو سليب اتنين بعد اياه سليب ثلاثة يبقى احنا كده معنا اعداد وكده رتبنا ورسلنا ونشوف السؤال اللي بعده سؤال اربعة وعشرين اوجد ده الوسط الحسابي والوسيط والمدى اول حاجة اقول له الوسط الحسابي بيساوي مجموعة القيام على العدد ده الوسط الحسابي بيساوي مجموعة القيام على العدد ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمس يبقى كده على خمسة تعالي نجمع سبق خمسة زائد تمانية زائد سبعة زائد ستة زائد اربعة هيساوي خمس اربعة وستة عشر عشرة وسبعة سبعة عشر سبعة عشر وتمانية خمسة وعشرين خمسة وعشرين وخمسة تلاتين تلاتين على الخمسة هي الدينة ستة ونجمعتين اربعة وستة عشر عشرة وسبعة سبعة عشر سبعة عشر وتمانية خمسة وعشرين خمسة وعشرين وخمسة تلاتين تلاتين على الخمسة الدينة ستة ده الوسط عايزة الوسيط الوسيط بعد الترتيب ماده vandaag ثم الثمين ربما ثم الثمين نقص اصغر رقم sides زر نقص عرف east نقص جدا اربعة يبقى المادة عندي باربعة ونشوف السؤال اللي بعده. سؤال خمسة وعشرين مدرسة بها سبعمية تمانية وستين تلميذ تم توزيعهم بالتساوى على اربعة وعشرين فاصل. اوجد عدد التلميذ في كل فاصل. هياخد السبعة ستة تمانية على اربعة وعشرين ونبدأ نقسم. تعال نقسم اسمه مطول. هدي سبعة ستة تمانية اربعة اثنين. هناخد الستة وسبعين على اربعة وعشرين. عايزة حاجة اضربها في اربعة وعشرين تديني حاجة قريبة لستة وسبعين. لو خدت الاتنين في اربعة وعشرين يديني تمانية واربعين. تعال نجرب التلاتة. تلاتة في اربعة وعشرين. ثلاثة فاربعة باثناشر ومعنا الواحد اتنين في تلاتة بستة واحد سبعة ده اقرب حجل يبقى معي من فوق الثلاثة والنتج تحت الثلاثة فوق ادي الثلاثة هي والنتج تحت اللي هو اتنين وسبعين وشلط الخط وطرة ستة نقص اتنين هتديني اربعة وسبعة نقص سبعة يديني صفر هنزل عدد اللي بعده اللي هو التمانية تمانية واربعين اللي هي فيها الاتنين الاتنين وفاربعة وعشرين بنتيني تمانية واربعين الاتنين فوق والتمانية واربعين تحت ادي الاتنين فوق وهنا التمانية واربعين يبقى احنا كده خلص يبقى نتج معي اتنين وتلاتين عدد التلميذ اتنين وتلاتين تهميذ اخر سؤال معنا سؤال ستة وعشرين ازا كان زمن قلم واحد بستة جنيه فاكمل الجدول ثم امسل بينين القلم بستة جنيه يعني بضرف ستة الاتنين في ستة باتناشر ادراف في ستة تلاتة في ستة بتمنتاشر ادراف في ستة اربعة في ستة باربعة وعشرين. تعالى بقى نرسم. طبعا هنا هرسمه صعب جدا صويرة جدا. واحد. هنرسم فين احنا مش عارف. اتنين. ادي تلاتة. ادي اربعة. يعني هي طبعا مش باينة. احنا كده رسمناها برا عشان تبقى قوضها شوية. هنا هنعمل الواحد. هنا اتنين. هنا تلاتة. هنا اربعة. هنا خمسة. كده كده ما عندناش خمسة. هنبدأ بقى هنا العدد ستة اتنشر تمنتاشر فهنا هزود ستة هبدأ من الست. لان احنا لو زودنا اه لو بدأنا من الخمسة هتوبقى عندي كل الاعداد زوجي. ممكن نبدأ من اتنين بس ممكن الرسمة برضو ما تكملش لو بدأنا هنا مسلا اه اتنين اربعة ستة تمانية عشر. خلانا نبدأ من ستة افضل ادي ستة. زود ستة تبقى اتماشر. زود ستة تبقى تمنتاشر. زود ستة اه تبقى اربعة وعشرين. زود ستة تبقى تلاتين. تمام? وتعالى بقى نرسم. الواحد عند الستة ادي النقطة. الاتنين عند الاتناشر. ادي الاتناشر. التلاتة عند التمانتاشر. ادي التمانتاشر. الاربعة عند الاربعة وعشرين. ادي الاربعة. وادي الاربعة عشرين. كده الرسمة بتاعي واضحة. وفي مكان نقوس عشوية. كده الحمد لله احنا خلصنا جامعة اسئلة كتاب سلاح التلميذ. ان شاء الله الفيديوهات القادمة. هنبدأ في سلاح. احنا خلصنا كتاب الاضواق قصدي. وهنبدأ في كتاب السلاح. هنحل اختبارات كتاب السلاح كلها ان شاء الله. وبالنجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.